اشتركوا في القناة كذلك في كلمة لسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خلال افتتاحها جلسة محاكا لألية المناقشات البرلمانية شارك فيها وفد شبابي اماراتي تستضيفه الامانة العامة للمجلس من خريجيات دفع الاولى من برنامج البرلمانيون الشباب والذي تنظمه مؤسسة وطن الامارات بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب وذلك برئاسة سعادة سيد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطن الامارات وبمشاركة ممثلين عن المؤسسة الاتحادية للشباب بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واشارت الدكتور الفاضل الى اهتمام مجلس الشورى بمملكة البحرين بان يكون مساهم في تحقيق الاهداف التي يسعى اليها برنامج البرلمانيون الشباب مبينة اهمية دعم الشباب وتهيئاتهم للانخراط في مجال العمل التشريعي والديمقراطي والعمل على احتضان مبادراتهم وافكارهم من خلال الحوار المفتوح الايجابي من خلال مشاركتي اليوم في مجلس الشورى لجلسة البحاكاة لآلية العمل البرلماني مع الوفد اللي جايب من البرلمانيين الشباب من دولة الامارات الشقيقة طبعا هذا شفنا المدخلات القيمة اللي كانت من الشباب والشابات الموجودين واللي يعكس فعلا مستوى الوعي والثقافة لديهم ودرجة التدريب اللي كانوا يتلقون في دولة الامارات خلال هذه الجلسة فعلا التمسنا التطور في المداخلات الشبابية ونظرتهم المستقبلية وكيف راح ان شاء الله يكونون شباب واعدين برلمانيين سياسيين في المستقبل احتز اليوم باستضافة وفد من الشباب الاماراتي اللي مشرفنا اليوم استمعنا في جلسة محاكاة الى نماذج مشرفة وهذا تفعيل للتعاون ما بين الدولتين في دعم وتمكين الشباب ما لمسنا اليوم من بناتنا وابنائنا شيء يميز شيء يثلج الصدر الشكر يعني موصول لمجلس النواب ومجلس الشورى على دعمهم وتسهيلهم الاجرات ومملكة البحرين اللي هي عزيزة على قلوبنا المناقشة والمحاكاة اللي صارت ما بقول انها محاكاة ولكن بقول ان هي جلسة برلمانية صحيحة قائمة على حقائق ارقام بحضور النواب والجميع السعادة والحضورة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة